ابناء الطلاب السلام عليكم. اقدم لكم كيفية تسليم البحث. في البداية عايزين نعرف ايه هي خطوات تسليم البحث. خطوات تسليم البحث بتتلخص فيه 3 مراحل. اول حاجة تحضير البحث في صورة بي دي اف. في مرحلة تانية التسليم اليدوي. للطلاب الرغبين في تسليم البحث يدويا. المرحلة التالتة للتسليم الالكتروني للطلاب الذين يرغبونا في التعامل مع منصة او تسليم البحث الالكتروني. في البداية الوزارة حددت مجموعة من الارقام لكل صف. الصف التالت عملته لغاية الصف التالت الاعدادي. فطبعا الطالب قبل ما بيسيف بحث او بيحفظ البحث في صورة بي دي اف. بيتطلع على رقم الفاصلة عشان الرقم ده هيساعده في حفظ البحث. بعد كده بنفتح البحث الخاص بنا بعد اعداده في صورة وورد. وكيف تحويل البحث من صورة وورد الى صورة بي دي اف. البحث قدامناه زي ما اعدلناه قبل كده عنا اسبعين شغالين فيه. بنبدأ اول حاجة نفتح او نضغط على قائمة فايل. ومن قائمة فايل بنجيب سيف از. بنحدد مكان تسييف او حفظ الملف. وليكن مسلا الديسكتوب. بنسيف الملف ومننساش ان تسييف الملف او حفظ الملف بطريقة كود الطالب مع رمز الصف او رقم الصف. يبقى بنكتب الكود وبنيجي على جي سكس او جي سبن او جي ناين حسب الصف بتاع كل طالب. وبنيجي على نوع الملف ونختار من هنا بي دي اف. بسيب. بنخرج لسطح المكتب. هنلاقي ان الملف نزلي في صورة بي دي اف. او فتحت الملف اهو. زي البحث اللي انا عامله بالضبط. بس في صورة بي دي اف. طبعا بي دي اف بيتميز ان انا مقدرش اغير فيه او ممكن يوصل للمنصة بدون اي تغيير. كده المرحلة الاولى من تحويل الملف من وورد لبي دي اف. المرحلة التانية كيفية تسليم البحث. تسليم البحث ممكن يسلم يدويا للطلبة الرغبين في اه هذي الطريقة. وطلاب المنازل. وطلاب الخدمات. وطلاب الدمج والطلاب المصريين في الخارج. طبعا بعد تجهيز البحث في صورة كتابة او في صورة اوراق. يتم وضع البحث في زرف مغلق. ويكتب على الظرف من خارج كود الطالب ورقم الصف. ولا يشترط كتابة الاسم لان التعامل يكون عن طريق كود الطالب. ازا كان الطالب ضمن الفئات الخاصة مصد طلاب المنازل او غيرها فاقوم بتوضيح هذا على الظرف. يعني هنكتب على الظرف ان ده طلاب منازل. وبقوم بتسليم البحث يدويا الى المدرسة. طب بالنسبة للطلاب اللي هيسلموا البحث الكترونيا. بعد ما حافظنا البحث بالطريقة البي دي اف. وحاولنا الملف من وورد البي دي اف. بنخش على منصة اودو مودو اللي احنا بقى انا اسبوعين تلات شغالين عليها. بنيجي عند منصة اودو مودو هنلاقي نفتح الصف الفصل بتاعنا اي فصل. دغوة انجليزية عرب اي اي فصل. وبنلاقي كلمة او بنلاقي ايكونة نازلة جديدة اسمها المشروع البحثي لعام 2019-2020. بنضغط على ايكونة البحث وده هتنزل من يوم تسعة. يعني هي غير مفعالة الان ولكن الوزارة هتنزلها يوم تسعة. بعد الضغط على ايكونة المشروع البحثي هتظهر نافذة اخرى. النافذة دي بتكون فيها رفع البحث. رفع البحث طبعا انا برفع البحث من ديسكو توب او من سطح المكتب اللي انا مسايف عليه في صورة بي دي اف. لو انا قبل ما اعمل التسليم النهائي بكتب الكود طالب او انا مسايف البحث بالكود بتاعي لو انا معي زملائي في اكواد اخرى بيبقى في عندي معلومات اخرى في الملف او في البحث بكتب الاكواد الخاصة بزملائي في المعلومات بتاعة البحث. يبقى المرحلة الاولانية برفع البحث. بعد كده بكتب اكواد زملائي لو كاننا مشتركين تلاتة او اربعة وخمسة. بعد كده بضغط على ايكونة التسليم النهائي. كده بيتم رفع البحث من جهاز الكمبيوتر الخاص به الى منصة اودو مودو. ان شاء الله الجزء اللي جاي هكلمكم يمتسع على كيفية تسليم البحث في منصة اودو مودو او هنشوف الايكونة بتاعة الفين او تسليم البحث او رفع البحث. شكرا لكم. موسيقى